اشتركوا في القناة ورح ينكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 53 دقيقة من صباح اليوم الخميس لينتقل بعديها القمر لمنزلة ساعة ذابح وهي العلاج والفراق والخلاص والحرية وطبعا منزلة ساعة ذابح هي منزلة موجودة في برج الجديد القمر الآن موجود في برج القوس لغاية ساعات صباح يوم الخميس لا ينتقل بعدها لبرج الجديد وطبعا في عنا خلو ومسار من الآن لغاية ساعة الصباح منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية فلكية راح تتشكل وهي مدتها تقريب الشهر كامل وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين المريخ وذكرناها هاي في حلقة الشمس وذكرناها في حلقة المريخ طبعا هاي الزاوية زي ما حكينا راح تبدأ زاوية إيجابية تسديس بتبدأ تأثيراتها ابتداء من اليوم اللي هو 21-4 وبتستمر لغاية 23-5 ذروتها يوم 7-5 ساعة 49 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على القيادة وبنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة يعني بتعطينا طاقة قوية جدا لمدة شهر كامل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس بين عطارد وبين الزهرة وهي آخر يوم لإلها الزاوية وهي الزاوية اللي بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وهاي بكرة آخر يوم لإلها اللي هو 22-4 وهاي زاوية حكينا أنه أي زاوية بتصير دائما سلبية بين الشمس وبين بلوتو بتثور فيها أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم 25-4 هاي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وبعض الأشخاص بيقعوا في الحب والغرام من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ما راح تتشكل طبعا في زاوية اللي هي ليلة الأربعة الآن بعد بث الحلقة اللي هي ما قبل خلو المسار وذكرناها يوم أمس هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة 58-55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة الأربعة له موعد بث الحلقة وهاي الزاوية يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا هاي زاوية طبعا مستمرة بتشكيلها لغاية ساعات الصباح يعني صباح يوم الخميس بظل تأثيراتها موجودة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 58-55 دقيقة مساء من مساء الليلة الأربعة ورح يستمر خلو المسار حتى صباح اليوم الخميس يعني لغاية الساعة 52 دقيقة صباحا يعني هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 53-52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقله بصير في برج الجديد بصير استقر وعمل أول زوايا وتشكيله فعشان هيك بتبدأ التأثيرات على جميع الأبراج من هاي الساعة إنه تأثيرات برج الجديد تأثيرات القمر لما بصير في برج الجدي على جميع الأبراج إنه في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا وعلينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو تأمين أو عقد تأمين أو تجديد تأمين بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل بعد الانتقال اللي هي من ساعة صباح يوم الخميس في زوايا راح تتشكل ما بين القمر والكواكب الأخرى أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 واثنين وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج طبعا الزوايا هاي تأثيرها طول اليوم طول النهار يعني طبعا بالنسبة لها هاي الزاوية اللي هي بين القمر وبين المريخ بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم واللي بشعر أي شيء غير اعتيادي إنه يراجع الطبيب لإلها من الآن اللي هو مساء يوم الأربعة لغاية صباح يوم الخميس الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية من ساعات الصباح بصير عنا اللي هي الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال والجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل حتى هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ والقص وأمور التجميل ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا برضو مناسب اليوم ما في أي مشاكل يعني ممكن تظهر بعض الأعراض الخفيفة جدا لها علاقة بس اللي هي أنه يتهيج الجلد يعني ما بنا دول يفي بالغرض ولكن مكان اللقاح لو كريم في سودين بيكون ممتاز جدا اللي هو مضاد حيوي بنحط على مثل كريم بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر سيكون موجود بالجدي خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت يوم 23.04 بيبدأ في تمام الساعة 53.52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 6.17 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت برضو بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 20 يوم في تمام الساعة 11.24 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بيصير القمر عمره 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 60% القمر في القوس بدي ينتقل في ساعات الصباح لبرج الجدي طبعا رح يمكث في الجدي لغاية يوم 23.04 هو الآن منتحس بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 60% عطارد في الثورة حتى يوم 29.04 منتحس الآن بنسبة 25% ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت حتى يوم 24.05 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10.05 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.04 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الخميس بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعض موليد برج الحمل ممكن يخرجوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو ممكن يحصلوا عن معلومات ما كانوا يتوقعوها وبيكون عندهم نجاح وحظ في حياتهم العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامهم حول عملهم ومصالحهم الاجتماعية أهم إش إنهم ما يرتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما يقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليهم المسئوليات وممكن يواجهوا أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدهم يلتزموا بالمسئوليات يعني تعتبر فترة واعدة وجيدة بالنسبة لإلهم إذا ما خالفوا القوانين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سهروا لتهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة لدى اطلاع على أراء الغير ممكن تطلقوا اليوم مساعدة أو تعاطف عليكم إنكوا تتحلوا بالليونة والتفكير الموضوعي لغاية صباح يوم الخميس من ساعات ما بعد صباح يوم الخميس يعني طيلة نهار يوم الخميس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبرضو اليوم هذا بيحمل لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب للسفر التسويق النشر الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء كل يوم تستغلوا هذا اليوم بإيجابيته وتتحركوا على مختلف الأصعد برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهذه الفترة بتظلها سلبية لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال مقابلكم تماما بتظلها سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرضوا لمضايقات أو خلافات ولكن مع ساعة الصباح الأجواء بتتحسن يعني طيلة نهار يوم الخميس بتركزوا على الوضع المالي بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أن تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم يطمئن بالكم وبتفرحوا للتطور ما فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الخميس بتكو تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكو تنتبهوا لغذائكم راحتكم بتكو تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم لا تأجلوا عمل وما تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية من ساعات الصباح طبعا الوضع رح يصير ضاغط شوي عليكم لأن القمر رح يصير مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء الشراكة المالية أو العاطفية حفظوا على هدوءكم ما ترتجلوا كلام ما توجهوا ملاحظات لأن خصمكم هذا اليوم بكون قوي وما بيرحم وبتحمل هاي الأيام ارتباط مهم فلازم تحفظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائيين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن لغاية ساعات صباح يوم الخميس وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا ولا عاطفيا وبتمفرج أساريركم بتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاولوا أنكم تصححوا فيها الأخطاء أما من ساعات الصباح وطيلة نهار يوم الخميس ابتجدوا أن العمل بدأ يتراكم عندكم أهم شيء ما تهملوا أعمالكم وما تهملوا صحتكم وحذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة ممكن تشعروا ببعض التوتر برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة من الآن لغاية ساعات صباح يوم الخميس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلقوا حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء ما تتهربوا من المسئولية تجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة بتكتراعوا وضعكم الصحي لأنه برضو فيه اهتمامات لشؤون صحية وممكن عائلية أما من ساعات صباح يوم الخميس بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة تتلقوا إشارة إيجابية خلال هذا اليوم وهذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيظل النشاط مسيطر عليكم حتى ساعات صباح يوم الخميس فبتنشطه بالسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتعززه العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات صباح يوم الخميس يعني بتصير الأجواء بتركز على الوضع البيتي أو المنزلي أو العائلي فبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنه ممكن انهثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء إنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات وخصوصا على المستوى المهني وحاول إنك تهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن ولغاية صباح يوم الخميس بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ابتهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ابتهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض وممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحققوا من خلالها ربح أما من ساعات صباح يوم الخميس وما بعد طيلة النهار ابتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إش إنك تتحرك بنشاط كبير وتقوم باتصالات واسعة لأنه ممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بشكل أكبر من الآن لغاية ساعات الصباح بظل النشاط يزيد أكثر فأكثر أهم إش إنك تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بحمل معكو انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وممكن تحقق اليوم نجاح باهر أما في ساعات الصباح وطيلة نهار يوم الخميس بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم والترتيب الأمور المالية أهم إش إنكم تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم إش إنكم تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة لأنه اليوم أنت وبحاجة لكل التعاطف والتضامن والمشورة أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن لغاية ساعات الصباح بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم صباح يوم الخميس لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك لازم إنه ما تبلغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيريتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي عشان هيك لا تحسم أمر لأنها الفترة سلبية ومخيبة بالآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يصير موجود عندك فبتستعيد نشاطك وحيويتك فبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة ابتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم بحمل لك خبر سار برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الجو جيد بالنسبة لإلكم ولكن بلش يضغط شوي شوي من ناحية سلبية لأن القمر بيقترب لبيت متعبك لهو برج الجديد فمن الآن للصباح بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير من ناحية سلبية لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكون تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حادروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك وطبعاً هذا الأمر رح يستمر معكم لصباح يوم السبت برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات الصباح له صباح يوم الخميس واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات صباح يوم الخميس وطيلة النهار بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية لا تبقوا وحيدين فترة ناشطة وواعدة دراسياً ومهنياً وعائلياً وبتكثر الاتصالات والموعيد وممكن اليوم يتوجهلك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء صديق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء